اشتركوا في القناة الثاني في مادة التربية المدنية السنة الأولى متوسط نبدأ مباشرة مع الوضعية الأولى الوضعية الأولى لدينا السياقة ومجموعة من التعليمات في المطلوب إذن سواء حيجينا بهذا الشكل أو رايحيجينا مجموعة من المصطلحات نمدد تعريفتهم عندنا الوضعية الأولى تسير المؤسسة التعليمية وفق قانون خاص يعرف أو يسمى بالنظام الداخلي للمدرسة من أجل تعليم وتربية التلاميذ لغد أفضل المطلوب واحد اشرح ما تحته خط رايحين نشرح المؤسسة التعليمية والنظام الداخلي ثانيا أذكر بعض الواجبات نحو مؤسستك التعليمية رايحين نذكر مجموعة من الواجبات نحو الجلازنا نقوم بهم نحو المؤسسة التعليمية ثالثا أذكر هياكل المؤسسة التعليمية وهات مثالا لكل نوع الوضعية الثانية واحد املأ الجدول بما يناسبه لدينا في الجدول خانتان خانة الواجب وخانة الحق أو خانة الحقوق لدينا الجمل الآن الحق في التعليم مضمون الرعاية الصحية الاجتهاد في الدراسة احترام قواعد النظافة اللاعب والراحة حماية وسائل المؤسسة التحلي بالسلوك الحسن وانتخاب مندوب القسم أو رئيس القسم ثانيا وضح العلاقة ما بين الحقوق والواجبات الوضعية الإدماجية في زيارة لوالدك إلى المؤسسة التعليمية قلت له بالمناسبة أن مؤسستنا معروفة بنتائجها المشرفة فقال لك أن ذلك واضح من خلال عدة مظاهر ومؤشرات السندات لدينا السند واحد يعتبر رفع العالم وترديد النشيد الوطني من مؤشرات الانضباط التربوي سنة اثنين احترام الجماعة التربوية واجبة على التلاميذ لما لها من آثار إيجابية التعليم اعتمادا على ما درست وباستعمال السندات اكتب فقرة توضح فيها ما يقصده والدك إذن ماذا يقصد الوالد هنا الوالد قال بأن المؤسسة التحلم معروفة بنتائجها المشرفة وأن هذا واضح من خلال عدة مظاهر ومؤشرات معناها الفقرة متاعنا اللي رايحي نهدر عليها على وجه تهدر على المظاهر والمؤشرات هذا يعني فيما تتمثل هذه المظاهر والمؤشرات ننتقل بعد قراءة الموضوع إلى جزء الإجابة والحل نبدأ بالوضعية الأولى في الوضعية الأولى أول ما طلب منا هو شرح المصطلحات لدينا المؤسسة التعليمية نقصد بها مجموعة الهياكل المادية والبشرية التي توفر الخدمات التربوية والتعليمية للأجيال الصاعدة أي التلاميذ من أجل إعدادها للحياة المستقبلية يعني هي مجموعة الهياكل المادية نقصد بها كل ما هو مادي يعني الجدران الطاولات الصبورة المصطبة إلى آخر يعني كل هياكل مادية والبشرية نقصد بها العمال هي مجموعة الهياكل المادية والهياكل البشرية التي توفر الخدمات التربوية والتعليمية للتلاميذ ماذا نقصد بالخدمات التربوية والتعليمية يعني محاولة التعليم التلميذ اللي تكون في القسم والخدمة التربوية تكون خارج القسم في المدرسة في الساحة إلى آخره للتلاميذ من أجل إعدادهم للمستقبل أو للحياة المستقبلية النظام الداخلي الآن ما هو؟ هو عبارة عن وثيقة تحتوي على أحكام موجهة للتلاميذ والعمال والموظفين للمؤسسة التعليمية لتحقيق الهدف المنشود عبارة عن وثيقة تحتوي على مجموعة من القوانين التي يجب على كل من التلاميذ العمال والموظفين اللي كانوا في المؤسسة التعليمية أن يتبعوها لكي يحققوا الهدف المنشود ثانيا بعض واجباتي نحو مدرستي لدينا الالتزام بالانضباط داخل المؤسسة التعليمية أو المدرسة ثانيا احترام المعلمين وجميع أعضاء الجماعة التربوية عامة الحفاظ على وسائل المؤسسة بالإضافة إلى ارتداء ملابس محتشمة ومئزر أو زي مدرسي ثالثا ذكر هياكل المؤسسة التعليمية يعني احنا لو شو ما الهياكل اللي تعرفنا عليهم تعرفنا على زوج أنواع من الهياكل الهياكل المادية والهياكل البشرية رايحين نذكروا مثال على كل نوع الهياكل المادية تتمثل في الأقسام الملعب الطاولات إلى آخره أي كل ما هو مادي في المدرسة أما الهياكل البشرية نقص بها كل من العمال يعني الأساتذة، المراقبين، عمال، النظافة، الحارس، المدير إلى التلاميذ إذن الهياكل المادية والهياكل البشرية الوضعية الثانية واحد املأ الجدول بما يناسبه رايحين نصنفوا هذه العبارات هل هي حقوق أو واجبات أولاً الحق في التعليم مضمون، يبقى تكتب لي الحق الحق في التعليم إذن هو أحد الحقوق الرعاية الصحية أيضاً أحد الحقوق الإجتهاد في الدراسة هو أحد من أحد واجبات التلميذ احترام قواعد النظافة أيضاً أحد الواجبات اللعب والراحة هي أحد الحقوق حماية وسائل المؤسسة أكيد من الواجبات أيضاً مع التحلي بالسلوك الحسن أما انتخاب مندوب أو رئيس القسم فهو أحد حقوق التلميذ أعيد الواجب لدينا الإجتهاد في الدراسة احترام قواعد النظافة حماية وسائل المؤسسة والتحلي بالسلوك الحسن الحقوق تتمثل في الحق في التعليم مضمون أو الحق في التعليم عامة الرعاية الصحية اللعب والراحة وانتخاب مندوب أو رئيس للقسمة ثانياً العلاقة بين الحقوق والواجبات يتطلب الحصول على الحقوق القيام بالواجبات وتأديتها يعني الإنسان عند قيامه بالواجبات المفروضة عليه وتأديتها بأكمل وجهه هنا الإنسان سوف يتحصل أو يطلب الحصول على حقوقها إذن هذه هي العلاقة ما بين حقوق والواجبات الوضعية الإدماجية في الوضعية الإدماجية أريحين ناقشوا القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية وأيضاً أريحين نطرح الإشكالية من السياق في السياق قالنا أن ذلك واضح من خلال عدة مظاهر ومؤشرات ما هي هذه المؤشرات والمظاهر؟ نقرأ الوضعية يعتبر القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية عبارة عن وثيقة رسمية تتألف من مجموعة قوانين خاصة بالحياة المدرسية والتي من خلالها يمكن فرض الانضباط التام فما هي مؤشرات هذا الانضباط؟ من مؤشرات الانضباط التربوي داخل المؤسسة التعليمية الحضور الدائم لرفع العالم الوطني مع النشيد أكيد باعتبارهما من مكاسب ثورة نوفمبر المجيدة أيضاً أو كذلك المحافظة على الهياكل المادية ونظافة المؤسسة داخل الأقسام وفي الساحة وأيضاً الملعب كما يعتبر إحضار الأدوات المدرسية بصفة دائمة وتجنب الغيابات والتأخر عن المواقع الرسمية المحددة للدراسة التي تعتبر من أبرز مؤشرات الانضباط التربوي وأخيراً نقول ونؤكد أن حجم التحصيل العلمي ونتائج التلميذ هي خير دليل على مدى المسؤولية والانضباط داخل المؤسسة وأخيراً نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم المرتبة لإدراك قواعد معرفية تحتاجونها في حياتكم اليومية لا نتعلم إلا من الكتب التي لا نستطيع تقييمها أما الكتاب الذي نستطيع تقييمه فعلى كاتبه أن يتعلم منا كل الإجابات تكمن في داخلك أنت أنت تعرف أكثر مما هو مكتوب في الكتب ولكي تتذكرها يجب أن تقرأ لا يمتلك الأشرار أبداً وقتاً للقراءة وهذا أحد أسباب شرهم شكراً سلامة